استقبل الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور روبرت فلويد السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام واللواء محمد بن دينا مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية والعميد علي الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة الدكتور روبرت فلويد إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات النسخة العشرين من منتدى حوار المنأمة الفين واربعة وعشرين والذي يعمل على تهيئة الفرصة لطرح وجهات النظر وحلول المشكلات ومواجهة التحديات من خلال الجمع بين الوزراء وصناع السياسات والقرارات على مستوى العالم وبحث التحديات الأكثر إلحاحا في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في الشرق الأوسط لافتا معاليه إلى حرص البحرين على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وأكد معاليه على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع دول العالم والمنظمات الدولية في إطار رؤية مملكة البحرين وحرصها على ترسيخ الأمن والسلام منوها في هذا الشأن إلى إطلاق مملكة البحرين المنصة الوطنية للحماية المدنية في نوفمبر 2023 بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين وتوفير المعلومات والوسائل الكفيلة بحماية السلامة العامة وتأكيد الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ ورحب معالي الوزير باقتراح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية والذي يقضي بربط المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية والمنظمة بهدف تبادل المعلومات مشيدا معاليه بدور المنظمة في تعزيز الحماية المدنية وحماية السلامة العامة ومواصلة الجهود الدولية الهدفة إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لكافة دول وشعوب العالم وتم خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون والتنسيق بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز مجالات الحماية المدنية ترجمة نانسي قنقر